اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان النبي صلى الله عليه وآله كد حذر مرارا وتكرارا من نقوح هذه الحرب كما هو واضح وكما هو متفق عليه تاريخيا بين جميع المسلمين دائما كان يكرر لأزواجه أن يتكن تنبحها كلاب الحوءاب يقول لعائشة إياك أن تكونيها يا حميراء ولكن يا أخي لم يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نفعل؟ المشكلة أخي المشاهد أخت المشاهدة أن حرب الجمل هؤلاء العشرين ألف الذين قتلوا لهم قبائل لهم عشائر فلم يعد عندهم استعداد أن يأتوا ويحاربوا مع الإمام عليه في صفين جيش معاوية في صفين عشرات الألاف وإلا لو لا حرب الجمل كما قلت لما تجرأ معاوية أن يحارب الإمام عليه ولكن حرب الجمل طالما معاوية وجد أن طالما أصحاب النبي زوج النبي لا منعه أن يجرب حظه في حرب الإمام عليه لاحظتم يا أخي؟ لاحظت يا أخي لاحظت يا أختي؟ تصوري يعني ماذا يفعل النبي يا أخي؟ السؤال أنا أنت أخي الكريم اجلس بينك وبين نفسك وأنت أختي الكريمة فكري بينك وبين نفسك هل كان أحد من الذين شاركوا في قتل عثمان بن عفان في البصرة حينما جاءت عائشة إلى البصرة تطالب بدم عثمان؟ يا أخي إذا أنت اسأل كل المؤرخين من هو أكثر المحرضين على عثمان؟ يقولون لك عائشة أفتت بقتله عائشة أفتت بقتل عثمان اقتلوا نعثلا فقد كفر أفتت بقتله طلحة والزبير طلحة منع من دفنه طلحة الذي جاء يقود المعركة ضد الإمام عليه في معركة الجمل لم يقبل أن يدفن عثمان في مقابر المسلمين فدفن عثمان في حش كوكب دير سلع مقبلة اليهود هؤلاء جاءوا يطالبوهم بدم عثمان لاحظت يا أخي؟ نعم طلحة يريد الخلافة لنفسه وعائشة من بني التايم من عائلة طلحة تريد الخلافة لطلحة هذا هو السبب وإذا لما بشروها بقتل عثمان فرحت سروة هي التي أفتت بقتله اقتلوا نعثلا فقد كفر قال ثم ماذا؟ قال لها عبيد يعني بايعوا علي بن أبي طالب رجعت الخلافة السياسية إلى علي بن أبي طالب فورا قالت ليت السماء انطبقت على الأرض إن كان سيلي الأمر علي بن أبي طالب لأطالب النبي دم عثمان قتل مظلومة عجيب والله عجيب والله عائشة في طريقها إلى البصرة نبحتها كلاب الحوأب مرت على مكان نبع ماء وإذا بالكلاب راح تنبح سألت عائشة ما اسم هذا المكان؟ قالوا لها هذا الحوأب الحوأب الذي حذرك منه رسول الله ولكن مع هذا استمرت 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 يخي النبي حذرها شخصيا مباشرة إياك أن تكونيها يا حميراء إياك أن تنبحك كلاب الحوأب ولكنها استمرت كان يجب عليها أن ترجع حينما نبحتها كلاب الحوأب كان عليها أن ترجع يا أخي إكراما لرسول الله ولكنه لم ترجع الله أكبر ثم وصلت عائشة إلى البصرة ماذا فعلت؟ هي وجنودها أولا قتلت نحو سبعين رجلا قبل أن يأتي الإمام عليه إلى البصرة قبل أن يصل الإمام عليه قتلت حراس بيت المال المسلمين قتلتهم عائشة وطرح والزبير قتلوا نحو خمسين شخص من حراس بيت المال ومن الأسرة قتلوهم قتلوهم بدون قتال يعني قالوا لهم ننتظر جرى اتفاق بينهم وبين والي الإمام عليه على البصرة عثماني بن حنايف أن نحن ننتظر حتى يأتي الإمام عليه لا ينبغى أن يكون حارب قالوا طيب وإذا في ليلة شاتية ممطرة ذات ريح شديدة انقذوا على على حراس بيت مال المسلمين وعلى حراس عثماني بن حنايف قتلوا البعض وأسروا البعض حوالي سبعين واحد نحو سبعين رجلا قتلوهم قبل أن يصل الإمام عليه وقبل أن تقع المعركة هذا الذي يريد الإصلاح يا أخي هكذا يكون الإصلاح يبدأ بقتل سبعين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة الله أكبر جاءوا بعثمان بن حنايف الوالي هذا الرجل المؤمن العبد الصالح نتفو شعر لحيته نتفو شعر حاجبايه رموش عينايه في معركة الجمال نتائج معركة الجمال نتائج كما قلت نتائج تدميرية سأل رجل الإمام عليه عليه السلام في معركة الجمال رجل يسأل الإمام أمير المؤمن عليه عليه السلام قال يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه فتنة أنه المسلم يقتل المسلم فقال الإمام عليه ويحك أتكون فتنة أنا أميره وقائدها ويحكاء نعم والذي بعث محمدا بالحق وكرم وجهه ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضللت ولا زللت ولا زللت واني لعلى بينة من ربي اني على بينة من ربي تقول لي فتنة الامام علي هو الامام المعصوم فتنة اين الفتنة يا اخي هناك حق وباطل حق ما علي وباطل مع ما غايده وهذا حتى باجمع المسلمين في هذا اليوم حق وباطل اي فتنة هذه يقول واني الامام علي واني لعلى بينة من ربي بينها الله لرسوله وبينها رسوله لي وسادعى يوم القيامة ولا لنبلي ولو لو في اللغة حرف امتناع حرف امتناع ولو كان لي ذنب لكفر عن ذنوب ما انا فيه من قتالهم الامام علي الامام المعصوم الذي هو مع القرآن والقرآن معه الذي هو مع الحق والحق معه يعتبر انه لو من باب فضل المحال من باب فضل المحال كان عليه ذنب لكفر عن ذا عن ذلك الذنب بقتاله طلحة والزبير وعائشة اي فتنة هذه واي اصلاح جاءت به عائشة هذه ذكر المدائني هنا قصة طريفة اخواني قصة طريفة ذكر المدائني انه رأى في البصرة رجلا مصطلم الاذن رجل بدون اذن فعلا شيء يلفت النظر رجل بدون اذن فسأله عن قصته يعني عجيب من الذي انتزع اذنك سأله عن قصته فذكر انه خرج يوم الجمل ينظل القتلى راح يوم الجمل يتمشى بين القتلى فنظر الى رجل منهم من الجرحى يخفض رأسه ويرفعه ويرفعه وهو يقول ينشد شعر لقد اوردتنا حومة الموت امنا فلم تنصرف الا ونحن رواه اطعنا بني تايم بني تايم لان عائشة من بني تايم يعني اطعنا عائشة من بني تايم اطعنا بني اطعنا بني تايم لشقوة وما تايم الا اعبد واماء هذا الرجل الذي يتمشى بين الجرحى تعجب هذا ينشد شعر وهو جريح بين القتلى فقلت له يا قال هذا الرجل لهذا الشخص الجريح اتقول هذا عند الموت قل لا اله الا الله فقال يا ابن اللخناء ايا تأمر بالجزء عند الموت فوليت متعجبا منه فصاح ادنه الي ولقني الشهادة هذا الجريح قال لذاق الرجل ادنه مني ولقني الشهادة تقدم نحوها قال ادنه مني حينما اصلح ملتصق به وضع فمه باذنه فانتزعها انتزع اذنه منه فنعم ثم التقم اذني فذهب بها فجعلت العنه العنه وادع عليه فقال لماذا انتزع اذنه منه لماذا اخذ قطع اذنه قال قال هذا هذا الرجل الجريح قال اذا صرت الى امك يعني اذا صرت الى عائشة فقالت من فعل بك هذا من الذي قطع اذنك فقل عمير ابن الاهل بالضب هؤلاء الضب هم الذين اكثرهم قتل نحو يعني وهم كانوا يحيطون بالجمل قل له اذا صرت الى امك وسأتك من فعل بك هذا قل عمير ابن الاهل بالضب مخدوع المرأة مخدوع المرأة التي ارادت ان تكون امير مؤمنين واخرج البخاري في صحيحه عن ابي بكر قال عن ابي بكر وليس او بكر لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ايام الجمل بعدما كنت ان الحق باصحاب الجمل هذا الرجل كان يريد ان يلتحق باصحاب الجمل لماذا لانه يا اخي لم يكن مثل اليوم نعرف كل شيء وهناك مواقع تواصل وفضائيات تكشف لنا الحقائق لانه كما تعلم او بكر وعمر احرقوا احاديث رسول احاديث رسول الله ومنعات تحدث مئة نحو مئة عام فالناس كانت لا تعرف الحقيقة يا اخي هذا الرجل يقول نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ايام الجمل بعدما كنت ان الحق باصحاب الجمل يعني كان سيحارب مع اصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ان اهل فارس كد ملكوا عليهم بنت قسرة قال لن يفلح قوم ولوا على امرهم امرأة وهؤلاء في اهل الجمل ولوا على امرهم جعلوا قائدة لهم عائشة هنا اخي لا لا شك ان عائشة كانت تبغض عليا لا شك لا خلاف اخرج البخاري حديث مئة وثمانة وتسعين عن عائشة فخرج النبي بين رجلين النبي حينما علم ان هناك رجل في المسجد اراد ان يصلي جماعة حتى يقوم يستغلها لشيء اخر حمل على الاكتاف حمل على الاكتاف حمل على كتفي الفضل ابن العباس والعمام علي ورجلاه تخطان الارض رجلاه رجلاه النبي تخطان الارض ودخل الى المسجد وعزل ذاك الرجل وصله ابتدئا بالمسلمين جماعة عائشة ماذا تقول لبغضها لعليه كانت لا تطيق ذكر اسمه تقول انه حمل على كتفي الفضل ابن العباس ورجل اخر على كل حال لكم ان شاء الله في الحلقة القادمة بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة